ثلاث سنوات وهذه الأسر اليمنية المسجلة في برنامج الأغذية العالمية تنتظر الحصول على المساعدات النقدية فالتأخر في تنفيذ البرامج الإنسانية الأممية فاقما من معاناتها مع توسع أعداد المحتاجين في ظل استمرار الحرب السعودية على أبواب مركز منظمة برنامج الأغذية العالمي في صنعاء تجمعت هذه الأسر اليمنية تنديدا بتوقف المنظمة عن تنفيذ مشروع المساعدات النقدية والغذائية لما تبقى من الأسر المسجلة لديها وسط اتهامات شعبية تطال البرنامج بالمماطلة رغم المبالغ المرصودة للمشروع وعدوا الناس والمستضعفين استهتر بالمساكن هكذا لهذا الدرجة أنهم ما نفذوا مشاريعهم ما هو السبب إحنا نطالبين ما هو السبب أن حارتنا من الحارات المرفوضة لم ينفذوا المشروع حقهم زواجي متوفي له سنة ونص صاحب البيت صبر بنا من قبل أسبوع ونخرجنا للشارع لأمعانة كراء لأمعانة غذاء لأمعانة مصاري اللجنة المركزية للمسح البيومتري للأسر المستفيدة من برنامج الأغذية العالمية تقول إن مشروع المساعدات النقضية توقف منذ عام ونصف العام وهو في مرحلته التجريبية ولم يستوعب سوى ثمانية آلاف أسرة من أصل ثلاثة وعشرين ألف أسرة مسجلة في صنعاء وقعنا مع برنامج الأغذية العالمية على خطط زمنية من أجل إعادة استئناف أنشطة المشروع ولكن للأسف الشديد لم نلقى أي جدية من برنامج الأغذية العالمية لتنفيذ هذه الخطط الزمنية حتى الآن العدد الذي تم تسجيله من يقدم لهم المساعدة المشروع لإستهداف التسجيل البيومتري لا يتجاوز ثمانية ألف ثمانمائة أسرة أكثر من خمسين في المئة من المشاريع الأممية الإنسانية توقفت وما تبقى منها لا يغطي ثلاثين في المئة من الاحتياج الفعلي وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه المنظمات الدولية التي تتلقى مليارات الدولارات باسم اليمن أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين